السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا حناس في الدنيا وارجعنا لكم تاني فيديو جديد عن نيوزلندا وتأشيرة نيوزلندا والسفر إلى نيوزلندا زمان نيوزلندا كان عندها برنامج هجرة بس عن طريق النقاط عن طريق النقاط زي البرنامج الاسترالي وزي البرنامج الكندي ولكن نيوزلندا كان عندها برنامج خاص مختلف عن البرامج التانية ويشترط السن من 25 ل35 سنة وأن تكون مدكن للغة الانجليزية وأن تكون مدكن للغة الانجليزية ومعك شهادة معتمدة زمان برضو كان عندها تأشيرة اسمها تأشيرة البحث عن عمل اسمها السيلفر فرين فيزا اسمها السيلفر فرين فيزا ولكن هي مقوفة حاليا أنا جيت لكم النهاردة بموقع رهيب 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 وهو البحث عن عمل عن طريق فيزا بترسل بياناتك إلى الحكومة النيوزلندية شخصيا شخصيا بتعبي جميع بياناتك وبترسل طربك وبتنتظر الرد من الشركة اللي انت مقدم عليها موقع ووظائف من الحكومة النيوزلندية شخصيا يعني انت بتقدم على الوظيفة اللي انت عايزها يلا بينا نخش الموقع مع بعض ونشوف وان شاء الله تحصل على التأشير فين هتخش جوجل وتكتب الحكومة النيوزلندية ماشي لا تكتب تأشير ولا فيزا ولا اي حاج وحتنزل تحت ماشي عند نيوزلندا now working living in نيوزلندا تضغط عليه وفاتح معانا الصفحة دية بالانجليش ممكن نترجمها إلى اللغة العربية ممكن اه لماذا نيوزلندا يكتشف الحياة في نيوزلندا كيفية العصور على وظيفة عنواء التأشيرات الشعبية ده موقع الحكومة النيوزلندية موقع موسق موقع موسق هنخش احنا فين ان شاء الله هنخش على كيفية العصور على وظيفة ونضغط عليه زي ما انتم شايفين فتحت معانا الصفحة دي تاني ها هي موقع التوظيف والشركات المؤهلات والتسجيل المال هنضغط على موقع التوظيف والشركات وزي ما احنا شايفين فتح معانا موقع تاني بقولك حدد المنطقة هنحدد المنطقة مثلا اوكلاند المنطقة اللي انت عاوزي اللي انت حابب في نيوزلندا تعيش فيه هنضغط العاصمة اوكلاند اوكلاند العاصمة الرئيسي ضغطنا على اوكلاند لما ضغطنا على اوكلاند جاب لنا الصفحة دي وظائف في اوكلاند ماشي وزي ما انتم شايفين ودنا الصفحة دي في اوكلاند ننزل تحت ننزل تحت ماشي الوظائفة الشغيرة في اوكلاند يا سرد عدد كبير من الوظائف في اوكلاند ماشي هندغط عليه هندغط على الوظائفة الى ايه نضغط عليه وزي ما احنا شايفين لما ضغطنا ودانا على الموقع دوا طبعا انا مترجمه للعربية هو بالانجليزة هوا انا هترجمه للعربية او ترجم الواحد ووتوماتيك دي وظائف حديثة يا جماعة سكرتير قانوني موظف بالبريد قبل ثلاث ساعات مساعد امين مكتبة قبل ثلاثة وعشرين ساعة وسحضرات تجميله هدايا بالانجليزة ده كله الموقع لكن انا مترجمه احا ده كله بالانجليش منذ يوم واحد قبل واحد ماشي ساعة محترف الماشي بالكلب وظائف غريبة يعني فانت تختار الوظيفة اللي انت مناسبة لحضرتك شخص مخزن مستودعات ماشي هو قلب انجليش ليه تعالى يا ام عربي عشان نفع تعالى عربي عشان نفع طيب المبايعات خلينا نخش المبايعات دي قبل اربع ساعات يا جماعة خلينا نخش المبايعات ماشي ولا ايه نختار قدام شوية مثلا ايه موظف مستودع عضايا فريق السابق انترنت امام المنزل موظف استقبال موظف زي حارس مهندس ورشي مهندس ورشي مدير عمليات سكرتير اه مستودع وظائف كتير قوي واحد واتنين براحتك عاوز تضغط خلينا مثلا ايه نخش حاجة مثلا ايه لامام المنزل موظف استقبال خلينا نخش عليه نضغط عليه لما ضغطنا على موظف استقبال دخلنا الصفحة دي تقولك تقدم لهذه الوظيفة تقدم لهذه الوظيفة ماشي طبع تختار على كيفك دكتور مهندس اللي هوك فيه فحنضغط فين على تقدم لهذه الوظيفة نضغط عليها مثلا ولما ضغط يا حبابي دخلت على الصفحة دي هنترجمها اللي هي الموظف استقبال ماشي هي بالانجليزة هنترجمها بالعربي ترجمناها بقول لي ادخل بريدك الليكتروني ماشي هنخش البريد الليكتروني لما كتبت الايميل بتاعي طلب مني تفاصيل تانية زي الاسم والكينيا والهاتف ماشي هندخل بيانات دي كلها ولما دخلت البيانات ودان على الصفحة دي طبعا ما اترجمها انا الاسم ورقم التليفون والايميل ماشي السيرة الزاتية مسلا ولك استمر ماشي تحميل السيرة الزاتية تحمل سيرة زاتيين ماشي وخطاب وبعد ما تخلص تضغط على استمر ده بالعربي بعد ما تخلص كل البيانات بتاعتك ورقم التليفون ورقم الهاتف بيجلك صفحة زي دي كده اخر حاجة طبعا بيقولك قدم الان قدم الان على الوظيفة دي اللي هي وظيفة موظف استقبال تروح عامل انت ايه في الاخر بعد ما تعمل السيرة الزاتية بقى ايه انها كنت اشغال في حتة الفلانية وكنت ايه هتروح اضغط قدم الان شوفوا بعد ما ضغطت قدم الان جاب لي الصفة ده احسنت على تنبه ارسال طلبك اوالله العظيم شوف اها طبعا انت عند البيانات بتاعتك كلها عندهم الايميل ورقم الموبايل وكل حاجة فانت خلاص بقى كده انا ارسلت الطلب وانت بتنتظر بقى ايه يرد عليك دي الوظيف دي حديثة يا جماعة اكسم بالله ماشي والموقع ده موسوك فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروا الفيديوهات القادمة السلام عليكم اللي ما عرفنيش انا علاء الدسوقي مصر عايش في امريكا الجنوبية تشتركوا في القناة حلف العالم